اشتركوا في القناة في الحديث الشريف لا يطاع الله من حيث يعصى انت بطريق الباطل ما تقدر توصل للحق انت تريد توصل للحق لازم طريقك ايضا يكون حق الحق نزيه جدا لا يتحمل ان تصل الى ذلك الحق بطريق باطل اذا انت سرت في طريق باطل راح توصل الى باطل ما راح توصل الى حق الغاية تبرر الوسيلة اذا الغاية هي حق لازم الوسيلة تكون حق اذا الوسيلة كانت باطل الغاية ايضا تكون باطل ذاك كان يسرق خبوز ورمان بعدين يروح يتصدق للفقير تصدق للفقير شنو موزين خوزين فقير جوعان انت تطيخ خبوز وتطيخ رمان لكن يطيخ خبوز ورمان من جيبك مو من جيب الناس تسرقها منهم لذا الامام الصادق عليه الصلاة والسلام اعترض عليه قال انت سرقت رمانتين وقرصين هذه اربعة معاصي وبعديا بدون اذن اصحابها رحت دفعتها للفقير هذه اربعة معاصي اخرى اضيفت لأن التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام فاذا الانسان لازم لا يخلط في استدلاله الباطل بالحق لازم استدلاله يكون حق اكسر باطلة بباطل يعتقد به ما يخالف لكن تريد تستدل استدل بحق هذه هم نقطة جدا مهمة مو انه تفكر الان اني الزمه بالطريقة باطلة هو ما يلتفت الها اولا يمكن يلتفت الها فالآية تنقلب عليك وثانيا يمكن الان ما يلتفت بس بعدين راح يفكر يشوف اوه كلامك باطل شان فيشكك في كل كلامك الاخر انا قرأت في احدى الصحف قبل حوالي عشرين عام يذكر انه لماذا كثير من الناس يتبعون اهل البيت عليه بالصلاة والسلام بعد ان لم يكونوا اتباع اهل البيت كان ذاكر هو الكاتب لم يكن من اتباع اهل البيت بس هو كان يحل القضية يقول السبب في ذلك ان بعض مشايخنا حسب كلامه يكذبون على الناس في الاستدلال هذا انسان عامي ما يفهم تنطلع عليه الكذبة لكن اكو ناس مثقفين اكو ناس يفهمون اكو ناس طلبة علم وايضا يتابعون هسا البعض ما يتابع يمشيها لكن البعض يتابع يقول هؤلاء الذين يفهمون ويتابعون يكتشفون الكذب فاذا اكتشفوا الكذب قناعتهم تتزلزل فاذا تزلزلت قناعتهم قبولهم للفكر الاخر اللي بين قوسين اذكر اللي هو الفكر الحق يكون اسهل اشتركوا في القناة